اهلا بكم مشاهدين الى الاقتصادية المفصلة من الميادين الى العنوين قطر تستثمر 500 مليون دولار في السندات السيادية اللبنانية والكويت تقترح انشاء صندوق ب200 مليون دولار للاستثمار في التكنولوجيا اللجنة العراقية السورية تناقش فتح المعابر الحدودية بين البلدين لتفعيل العلاقات التجارية وفي النشرة ايضا ثروة اغنى 26 شخصا في العالم تساوي ما يملكه النصف الافكر من البشرية اهلا بكم ارتفعت السندات اللبنانية المقاومة بالدولار الامريكي بعد اعلان قطر نيتها الاستثمار في السندات السيادية اللبنانية بقيمة 500 مليون دولار وذلك لدعم اقتصاد لبنان الذي يعاني من دين عام يتجاوز الثمانين مليار دولار ويعد من بين الاعلى في العالم وكان امير قطر تميم بن حمد الثاني قد زار العاصمة اللبنانية يوم الاحد للمشاركة في الجنسة الافتتاحية للقمة العربية الاقتصادية والتنموية ووصف وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل هذه الزيارة بمحاولة كسر الحصار على قطر وعلى قمة بيروت على حد سواء تمويل الدول التي تصدف النازحين السوريين ودعم خطط التنمية الوطنية ودعم الاقتصاد الفلسطيني وتأمين تمويل الانروة هي ابرز القرارات الصادرة عن القمة العربية الاقتصادية والتنموية والتي اكد القادة العرب خلالها ضرورة تمتين التعاون العربي وتحقيق التكامل بعد تذيل العقبات السياسية والقضاء على الارهاب 29 بندا اقرها القادة العرب وكبار المسؤولين بعد مشاورات افضت الى التوافق على مسائل تنموية واستثمارية وتنظيم الخلاف المتعلق بمسائل ذات بعد سياسي وعلى رأسها قضية النازحين السوريين ندعو المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته للحد من مأساة النزوح واللجوء ووضع كل الامكانيات المتاحة لاجاد الحلول الجزرية والناجعة ومضاعفة الجهود الدولية الجماعية لتعزيز الظروف المؤاتية لعودة النازحين واللاجئين الى أوطانهم الرئيس اللبناني ورئيس الدورة الحالية قدم مبادرة لاعادة اعمار الدول التي واجهت الارهاب تقوم على انشاء مصرف عربي مشترك تأسيس مصرف عربي لعادة الاعمار والتنمية يتولى مساعدة جميع الدول والشعوب العربية المتضررة على تجاوز محنها ويسهم في نموها الاقتصاد المستدام ورفاه شعبها وتحقيق أهداف تنمية مستدامة وفي هذا الإطار أدعو جميع المؤسسات وسنديقة تمويل العربية للاجتماع في بيروت خلال الأشهر الثلاثة المقبلة وإلى جانب هذه العنوين الكبرى أقرى المجتمعون مبادرة الكويت بإنشاء صندوق الاستثمار بالتكنولوجيا برأس مال قيمته مئتا مليون دولار تساهم الكويت بخمسين مليونا وقطر بخمسين مليونا أيضا كما أقرى المجتمعون دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز دور القطاع الخاص وتذليل العقبات الجمهورية أمام التبادل التجاري تمهيدا لإنشاء سوق حرى عربية كبرى مشاريع طموحة حملها إعلان بيروت تكشف الأيام المقبلة عن إمكانية تنفيذها وتحويلها إلى واقع يحسن معيشة المواطن العربي وتبقى قضية النازحين وعملية إعادة الأعمار الامتحان الأصعب أمام حسن النوايا العربية من بيروت أليسار كرم الميادين هذا وأكد وزير الاقتصاد اللبناني رأت خوري أن رئاسة القمة العربية الاقتصادية حددت الإجراءات اللازمة لمتابعة تنفيذ المقررات ولسيما المبادرة الرئاسية المتعلقة بالنازحين وإعادة الأعمار وقال خوري في تصريح للميادين أن هدف المبادرة هو اقتراح حل يراعي الجوانب الإنسانية والمصلحة الاقتصادية لكل الدول المعنية بأزمة النزوح مشان هيك هيدا الفكرة أساسية وبدنا نبني عليها هلأ طرحه فخامة الرئيسي ورشة عمل لحد تسير بلبنان من هلأ إلى ثلاث شهور ونحن كبلد يقترح هذا الموضوع لح نحرص على أن يكون لدينا خطة واضحة بالزمان والأهداف لنقدر إن شاء الله بخلال ثلاث شهور نبتها ونبدأ نشتغل عليها افتتح في العاصمات العراقية أول معرضا إيراني دائما للسلع والتكنولوجيا في معرض بغداد الدولي وحضر الافتتاح وكلاء وزارتي الصناعة والتجارة والمدير العام لمؤسسة الجلود ورؤساء الغرف التجارية الإيرانية ويستمر المعرض الإيراني الدائم عاما كاملا وتشارك فيه 48 شركة إيرانية في جميع مجالات الاقتصاد والتكنولوجيا هناك اتفاق بين الجمهورية الإسلامية المتمثلة بوزارة الصناعة والتجارة الإيرانية وكذلك وزارة التجارة العراقية من خلال الشركة العامة المعارض والخدمات التجارية بإقامة معرض دام للجمهورية الإسلامية اتفاقنا مع السلطات العراقية على تخصيص قاعة للمنتجات الإيرانية لمدة عام كامل سنقدم أصنافا مختلفة من منتجاتنا ليتعرف المواطن العراقي إليها عملنا على تطوير صناعتنا واكتسبنا مهارات جديدة نتمنى أن ننقلها إلى الأسواق العراقية تناقش اللجنة السورية العراقية تفتح المعابر الحدودية بين البلدين لتنشيط حركة النقل البري وتفعيل العلاقات التجارية وتمت مناقشة أهمية تفعيل النقل البري بين البلدين عبر منفذ البوكمال وأهمية الربط السككي عبر منفذ التنف وتسعى وزارة النقل العراقية إلى إعادة تأهيل فرع الشركة العراقية السورية في بغداد استعدادا لفتح المنافذ الحدودية والعمل بالترانزيت بين إيران العراق وسوريا سجلت النساء بصوتهن الصارخ حضورا لافتا وأساسيا في التظاهرات بعدما خلصت دراسات عديدة إلى أن سياسات التقشف الحكومية تطالوا أو تطاولوا النساء وحياتهن وسبل عيشهن خرجت صحيفة دي جاردين البريطانية صباح الاثنين بعنوان لافت يقول إن مئات الألاف من النساء حول العالم خرجنا لرفع الصوت ولإصال مطالبهن وأبرزها المساوات بين الجنسين فقد نظمت النسوة نحو ثمانين فعالية في إحدى وثلاثين مدينة بينها لندن وبرلين وأثينا وواشنطن ونيويورك ولوس أنجلوس في مسيرات ضد العنف وتأثير التقشف على حياتهن أبرز هذه التظاهرات شهدتها واشنطن وشاركت فيها نحو مائة ألف امرأة نددنا بسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولسيما التمييز العنصري والعنف ضد المرأة والتقشف في المدن الأوروبية هذا الحراك النسائي المنظم لمسيرة النساء العالمية بدأ عام 2017 بعد يوم واحد فقط من تنصيب ترامب رئيسا للولايات المتحدة فحين ذاك دعت إلى الحراك أربع أمريكيات احتجاجا على الدعوة إلى إقرار تشريعات وسياسات متعلقة بحقوق الإنسان وغيرها من القضايا ومنها حقوق المرأة وقوانين الهجرة من واشنطن إلى باريس حيث قرر محتج سترات الصفر تخصيص يوم من احتجاجاتهم لإبراز الصوت النسائي الرافض لسياسات الرئيس إيمانويل مكرون حيث نزلت النسوة إلى شوارع باريس بسطرات صفر وهن يحملن بأيديهن بالونات صفراء للتعبير عن غضبهن من السياسات الاقتصادية بمشاركتهن الواسعة والفاعلة في عدة تظاهرات عالمية أكدت النسوة أن مساواتهن مع الرجال ستؤدي إلى رفع الصوت وإلى الإضاءة على المشاكل الاقتصادية ولسيما تلك المتعلقة بسياسات التقشف الحكومية وإبراز تأثيراتها وسلبياتها على المجتمع والمرأة حذرت منظمة أكسفام من أن أنظمة الضرائب في العالم تثقل كاهل الفقراء وتؤدي إلى اتساع الفجوة بين الأغنية والفقراء وقالت المنظمة في أحدث تقاريرها أن ثروة أغنى 26 شخصا في العالم تساوي ما يملكه النصف الأفكار من البشرية المديرة التنفيذية للمنظمة دعت الدول إلى فرض المزيد من الضرائب على الأكثر ثراء وكشفت أن ثروات المليارديرات زادت العام الماضي وحده بمعدل مليارين وخمسمائة مليون دولار يوميا طبط معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين العام الماضي إلى 16% وهو الأسوأ منذ 28 عاما وفقا للمكتب الوطني للأحصاءات في الصين وأظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي بلغ 13 تريليون دولار عام 2018 وتحاول الحكومة الصينية دعم النمو من خلال التمسك بحلحلة الأزمة التجارية مع واشنطن ومن خلال التدابير تشمل زيادة الخفض الضربي والإبقاء على وفرة السيون كشفت صحيفتها أراتس أن إسرائيل تعمل على إنشاء بنك تنمية من شأنها أن يساعد في تمويل الشركات الإسرائيلية التي تقوم بأعمال في البلدان النامية ونقلت الصحيفة عن مدير مكتب رئيس الحكومة بن يمين نتنياهو قوله إنه اجتمع مع مسؤولين من سيتي بانك وغولد من ساكس ومؤسسة بيل وميلاندا جايتس ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي وأوضح أن مبادرة نتنياهو تتصل بالبلدان النامية في أفريقيا، آسيا وإمريكا اللاتينية بدأت كل من اليابان وكوريا الجنوبية استراد النفط الإيراني بعد توقف قصري بسبب العقوبات الأمريكية وكانت كل من اليابان وكوريا الجنوبية قد حصلتا على استثناء من العقوبات الأمريكية التي دخلت حيز التنفيذ في تشرين الثاني نوفمبر الماضي إلى جانب الصين، الهند وتركيا علما أن هذا الاستثناء يدوم 180 يوما فقط في خبرنا الأخير، للحمار البلدي بنك خاص في الأردن إذ تعتزم وزارة الزراعة الأردنية إنشاء نواة لبنك ورثي للحمير البلدية لحمايتها من الإنقراض، وذلك بعد تراجع أعدادها إلى مدون الألف المشروع سينطلق بعد الحصول على التمويل اللازم حيث ستشتري الوزارة الثلاثين إلى أربعين حمارا بلديا وستعمل على مساعدتها على التكاثر ويقول مسؤولون إن التراجع في أعداد الحمير يعود إلى تراجع الحاجة إليها في أعمال النقل والزراعة واستبدالها بالمركبات والناقلات والجرارات الزراعية مع هذا الخبر نأتي إلى ختام الاقتصادية نشكر لكم حسن المتابع على المايدين دوت نت للمزيد إلى اللقاء اشتركوا في القناة